تدخل المظاهرات الشعبية في إيران أسبوع ثاني والتي انطلقت من مدينة مشهد وسط احتجاجات على الأوضاع المعيشية للمواطنين لتتطور الشعرات إلى المطالبة برحيل النظام الحاكم فمع تساع رقعة المظاهرات وتزايد زخمها لجأ النظام الإيراني إلى استخدام العنف لقمع المتظاهرين حيث قتلت قوات الأمن واحداً وعشرين متظاهراً واعتقلت قرابة الألف بحسب إحدث الإحصائيات النظام الإيراني الذي بدأ يستشعر بفقدان سيطرته على العاصمة يوم محافظات أخرى استعانى بقوة من الحرس الثوري الإيراني حيث تم إرسالها إلى محافظات أصفهان ولورستان وهمدان لمواجهة ما وصفها بالفتنة الجديدة نظام يتحدث عن الفتن والمكائد متناسياً ماذا صنعت يده في العراق وسوريا واليمن ولبنان من فتن طائفية وعرقية فمشاهد المظاهرات في إيران لم ترق للنظام الحاكم الذي لطالما اعتبر نفسه لاعباً أساسياً في شؤون الشرق الأوسط محملاً مسؤولية الأحداث التي تعصف به دولاً أجنبية وعلى رأسها الولايات المتحدة حيث قدمت طهران لمجلس الأمن الدولي شكوان ضد تدخل واشنطن في شؤونها الداخلية إضافة إلى دول أخرى عربية وغربية الرد الأمريكي على اتهامات طهران جاء حازماً فقد تعهدت الولايات المتحدة بمحاسبة المسؤولين الإيرانيين الذين ارتكبوا عمليات قتل واعتقال بحق المتظاهرين لم يعلموا النظام الإيراني أن النار التي أوقدها في بعض الدول قد يصل لهبها إلى عقل داره فكل هذا التمدد الاحتلالي في العديد من دول المنطقة استنزف إيران اقتصادياً على حساب لقمة عيش الإيرانيين وأن ما يتحدث عنه الحرس الثوري من وقد للفتنة وانتهاء للمظاهرات ليست إلا بداية النهاية لحكمه